السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة اللي كان شاء الله موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم ونكمل باقي علامات التواصل الروحي لازم نعرف شيء مهم جدا في البداية كده ان الاشخاص اللي بينهم تواصل روحي بيبقوا اشخاص نورانيين اشخاص طاقتهم اغلى بالوقت طاقة ايجابية لما بيتواجدوا في اماكن الناس بتنجذب اليهم بسهولة بيحبوا يتعاملوا معاهم بيحبوا يكلموهم بيحبوا يتعرفوا عليهم وعلى شخصيتهم الاشخاص الروحيانين لهم سمات خاصة بتميزهم عن باقي البشر اهم صفة مميزة ليهم انهم بيحبوا الحق والعدل لو شافوا موقف ينقص فيه الحق او موقف فيه ظالم ومظلوم على طول تلاقيهم بيتكلموا على طول تلاقيهم بيعترضوا على طول تلاقيهم بيقفوا في صف المظلوم بيكرهوا الظلم على طول بيحبوا ان هما يدوا للاشخاص حقهم وينصفوهم وينصروهم حتى لو ده ازاهم فهم على طول حقانيين حقانيين قوي زيادة عن اللزوم فهم بيحبوا الحق والعادي واي موقف بيحسوا ان فيه ظلم بتعرض عليهم او شافوه تلاقيهم بيعترضوا وبيقفوا وبيصمموا ان هما يدوا للمظلوم حقه على قد ما يقدروا لازم تعرفوا ان الاشخاص الروحانيين طاقتهم نورانية طاقتهم بتبقى ايجابية معظم الوقت وبتتنقل للاشخاص المحيطين بيهم والاشخاص المحيطين بيهم بيبقوا عارفين ان فيه علاقة تواصل روحي بين هذا الشخص وهذا الشخص الاشخاص حواليهم بيبقوا حسين وبيبقوا عارفين ان الشخص ده بيحب الشخص ده حتى لو مرتبطوش مع بعض في علاقة بس المحيطين بيهم الأقارب الأصدقاء بيبقوا حسين ما قلتش بتكلموا لا بيبقوا حسين ان الشخصين دول بيحبوا بعض حتى لو مرتبطوش ولما بيرتبطوا في الوقع المادي الأشخاص حواليهم بيقولوا والله احنا كنا حسين ان هم بيحبوا بعض جالهم منين هذا الإحساس جالهم من ترددات الطاقة النورانية القوية اللي كانت بتوصلهم منهم ترددات التواصل الروحي ليهم كان بيوصل للأشخاص المحيطين بيهم علشان كده لحظوا أو انتوا بتلاحظوا ساعات وتبقوا حسين ان فيه اتنين بيحبوا بعض انتوا بتعرفوش حاجة بس حسين ان الشخص ده بيحب الانسان دي وفجأة تلاقيهم ارتبطوا وبتبقوا والله وتقولوا والله احنا كنا حسين والله احنا كنا حسين ان هم ما يرتبطوا كنا حسين ان هو يخطبه كنا حسين ان هو ما يتجوز كنا حسين ان فيه شيء ما بينهم وبيحبوا بعض جالك منين هذا الإحساس جالك من مشاعر الاتصال الروحي القوية لما بينهم اللي بتتنشر وبتنتقل الى الاشخاص من حواليهم الاشخاص الروحانيين بيحبوا الصمت والانعزال الصمت بالنسبة لهم هو كل شيء والانعزال ما بيحبوش الضوضاء بيحبوا ينعزلوا بمفردهم ويفكروا ويتأملوا في خلق ربنا لكل المظاهر الموجودة في الكون لكل الظواغر يحبوا التأمل يحبوا التدبر يحبوا العزلة من صفات الاشخاص الروحانيين كمان بيبقى جابر للخواطر بيحب يجبر خواطر الناس ويرضيهم باي طريقة حتى لو على حساب نفسه حتى لو هو اللي هيزعل لكن يجبر بخاطر انسان ده شيء كبير وعظيم قوي عنده جابر الخواطر الشخص الروحاني يستطيع ان يقرأ افكار ونوايا الاشخاص من قدامه يعني لو في شخص بيكني لك مشاعر معينة انت بتقدر تتعرف على هذه المشاعر اللي بيكنها ليك وبتقدر تقرأ افكاره وتقرأ هو عايز ايه منك صعب جدا ان انت تخفي مشاعرك وافكارك عن الشخص الروحاني الاشخاص الروحانيين بيقدروا يستشعروا ادراكهم الحسي عالي جدا جدا بيبقى عارف انت عاوز تقوله ايه من غير ما تتكلم من غير ما تفسح عن مشاعرك من غير اي شيء هو يستطيع ان يلتقط اشارات منك بتوضح له الدنيا وبتوضح له انت بتفكر فيه ازاي ومشاعرك تجاهه ونواياك وتقطق عاملة ازاي بيعرف يميز بين الاشخاص الايجابيين والسلبيين وبينفر جدا من الاشخاص السلبيين وما يقدرش يعود في مكان مع شخص مش قابله مش حابه او شخص طاقته سلبية لو قابل شخص طاقته سلبية بيحاول يهرب منه ما بيحاولش يلتقي معاه اصلا ولو صادف الامر ويشتغل معاه شخص سلبي بيبقى متضيق جدا وعايز يمشي من المكان او عايز ينقل من المكان وعايز يغير هذا الشخص باي طريقة لان طاقته مش متوافقة مع طاقة هذا الشخص انت طاقتك ايجابية ويجيش تغل معاك او جالك في مكان معين شخص طاقته سلبية حصل ما بينكم تنافر لان في عالم الطاقات الروحانية الطاقات المتشابهة هي اللي بتتجازب والطاقات المختلفة هي اللي بتتنافر طاقتك ايجابية مع شخص اخر طاقته ايجابية تنجذب البع لكن طاقتك ايجابية وجالك شخص طاقته سلبية اكيد اكيد هتحاول ان انت تهرب من هذا الشخص فهم بيبقوا حساسين جدا في هذه النقطة لو جه حواليهم اشخاص سلبية تلاقهم بينفروا جدا وعايزين يغدروا المكان ويسيبوا المكان باسرع وقت فننتبه لهذه النقطة طب انا ليه بقول سمات الاشخاص الروحانيين لان هذه السمات هي حلقة الوصل حلقة الوصل اللي هتعرف منها ان انت انسان روحاني وبالتالي هتعرف العلاقة اللي انت فيها دي مع هذا الشخص علاقة روحانية ولا لا لو انت عندك هذه الصفات الروحانية وبتحب انسان وبتفكر فيه بطريقة كبيرة تأكد ان فيه ما بينكم التواصل روحي وفيه ما بينكم مشاعر تواصل روحي ومشاعر حب في العالم المادي قوية لدرجة كبيرة جدا مشاعر التواصل الروحي بتبقى بين الاشخاص الايجابية استحالة انت تبقى انسان روحاني وتحب او روحك تتصل بروح انسان سلبي انسان تقطو سلبية استحالة استحالة في عالم الارواح الارواح اللي تقطها منخفضة ترتبط وتتصل روحيا مع الارواح اللي تقطها عالية طيب الطاقتك المنخفضة دي بتجي بتكتسب ها من روحك بتستمد هذي الطاقة السلبية ازاي من العالم المادي شوف انت بتعمل ايه في العالم اللي انت عايش فيه رائب عباداتك عاملت عاملت ازاي هتلاقي طاقة روحك هتلاقي كل شيء انت عايز تعرفه رائب العبادات رائب صلاتك رائب علاقتك مع ربنا رائب الزنوب اللي بتعملها انت هنا بتحمل روحك طاقات سلبية منخفضة علاقة التواصل الروحي علاقة فيها تكامل تكامل طاقات ايجابية مع بعض طاقتك الايجابية مع طاقت الايجابية بيخلقوا حالة من التواصل الروحي حالة نورانية جميلة بين الشخصين علامات الاتصال الروحي في فيديوهات كتير جدا في القناة متكلمة عن هذه العلامات تقدروا تتابعوا الفيديوهات اي حد عنده سؤال او استفسار او علامات بتظهر معي اكتب لي في التعليقات انا بحب اقرأ جدا التعليقات اي حد عاوز استشارة هسيب لكم رابط جرب الواتس في اول تعليق مسبت على كل الفيديوهات شكرا لحسن الاستماع والمتابعة